موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حالة التقس لصبحت هذا الحد إن شاء الله تقس متقلب وغير مستقر الغيوم هذا راجع لإتراب جوي النشاط المتوسط إلى ضعيف في هم المناطق الشمالية بلدنا خاصة الغربية وإذن الوسطى غيوم كتفة تهم بعد المناطق الشرقية بينما على الجنوب السماء صافية وشن الرياح تكون قوية مع الصباح تؤدي إلى تطيور رمال ورؤية ضعيفة خلال ظاهرة إن شاء الله خلال ظاهرة الوضعية الجوية تكون تقس متقلب وغير مستقر ويهم من الهضب العليا لسواح البحر الأبيض المتوسط كل ولاية تحسى واحد من الغرب إلى الشرق بينما الرياح تبقى دائما قوية على الجنوب خاصة عن الواحات على الصحر الوسطى وتؤدي إلى تطيور الرمال ورؤية ضعيفة واسمعوا منكم صافية على الجنوب الغربي الهوغر والطاسلي وأقسى الجنوب لكن شوفوا درجة الحرارة ننتظرها صباحة هذا الحد إن شاء الله الهضب العليا ما بين زوج إلى تل درجات على السواحة الثمانية بين الغرب خاصة بوهران بنصف مستقنم إلى عشرة من تبازها حتى البجي مورون بجزائر عاصمة وبومرداس ومن الجيجي للسكيك داع النبا والطرف ما بين 11 إلى 12 درجات على الواحات ما بين 15 إلى 16 درجات كذلك على منطقة إليزي 14 بيجانات 13 بيطام الرسات 13 كذلك في منطقة غار جبالة حاسم ونير تاب البالا وفورلوتفي وأيضا تندوف 9 بيب الشار و19 إلى 20 درجة على الولايات تاع أقسى الجنوب ونشوفوا درجة الحرارة خلال الظاهرة إن شاء الله أقسى الجنوب تلحق حتى تقريب 36 درجة خاصة عن عين قزام وعين أزوات 30 بيبورج باج المختار التيمياوين واتين زواطين حل هو قروة تاسيلي من بنتسعة وعشين 32 درجة على الصحراء الوسطى خاصة وإلى التيميمون المنيع عين صالح أضرار أو لفرقان حوالي 27 درجة 26 بيتين دوف 20 بالواد وبسكرة توقورت لولقاو سيدي عقبة وأيضا مغير 25 بحاسم سعود 27 بمنطقة إليزي وأيضا برج عمر دريس 32 في جانات 10 بتلمسان سيدي بالعباس وأيضا سعيدة 11 بقسمة ناتبسة أم البواقية عين مليلة عين بيضة الصيف الجلفة تيارية البيض المشرية عين الصفرة باتنا بريكا خنشلة حوالي 8 إلى 9 درجات و13 إلى 16 درجة على الولادة الساحلية وهذا من الغرب إلى الشرق الجزائري بينما فيما يخص الملاحة والسيد البحر البحار يكون مهول خاصة في البحر لأن الريح تكون ما بين 40 إلى 50 كم الساعة المعدل تحتها والاتجاه التحت تكون تماما غربية في البحر الريح يقدر يلحق حتى 60 كم الساعة وشان قوة البحر يكون فيها شوية تموجات بما يخص الرؤية إن شاء الله تكون من 4 إلى 8 أميال بحرية كالعادة نختم هذه النشرة الجوية دائمًا بهذه المعلومات الفلكية لتهم الجزائر العاصمة وضواحية لهذه الأحد 10 مارس 2024 أنا بقليغة نقولكم مربيدون قصتكم مع برمج الشروق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر